البعض يضع هذه الزيارة أيضا في سياق استراتيجي أمني مرة أخرى أحتاج أعود لهذا الموضوع لأنه وفاتني الحديث عن إعادة انتشار القطاعات الأمنية العسكرية الأمريكية من سوريا إلى أقليم كردستان هذه الزيارة ربما تأتي في توقيت ملامح تصعيد مرتقبة مع إعادة انتشار القوات الأمريكية تكثير تواجدها في أقليم كردستان في قاعدة عين الأسد حديث عن انسحاب قطاعات أمريكية من الكويت باتجاه قاعدة عين الأسد هل أنتم تؤمنون في أقليم كردستان بأن المنطقة تتهيأ إلى نزاع عسكري ساحته بالنهاية ربما تكون العراق الغليان السياسي والغليان العسكري الذي حصل في المنطقة بعد عمليات داعش أو بعد انحسار داعش في هذه المنطقة دلالة وهناك مؤشرات كبيرة بأن هناك تحشيد للقوات الأمريكية وتحشيد سياسي وتحشيد عسكري هناك انقسام بين كتلة قطبين والقطب الأمريكي والقطب الروسي في كيفية الحصول على مكاسب كبيرة في هذه المنطقة أنا ذكرت لك في البداية أن تركيا لديها صراع أيضا تركيا لديها مشاكل أيضا مع شركة لوكت مارتن مثلا كيفية الحصول على الاس 400 كيفية الحصول على المضادات الجوية الأمريكية موافقة الكونغرس على طائرات الاف 33 كل هذه المشاكل لديها تركيا أيضا هي جزء من الغليان مثل ما يتعرض له العراق من جزء من الغليان في المنطقة والذي موجود على الحدود العراقية سواء كانت حدود غربية أو حدود شمالية كل هذا الغليان هو العراق جزء من هذه الموكب من هذا الإقليم يعني جزء من هذه الصراعات التي تجد في هذه المنطقة لذلك من يقول بأن العراق لا يتأثر سلبا هذا كلام غير صحيح العراق جزء من هذا الإقليم ويتأثر سلبا أو إيجابا لذلك على العراق أن يعود في علاقات إعمال الإقليم وأن يكون ضمن دائرة العدم الانحياس في هذه الصراعات وأن يبقى العراق بعيدا عن هذه الصراعات بأقل ما يمكن أن يكون بعيدا وليس لا يستطيع النزاعات أستاذ محمود لا يستطيع لا يستطيع أن يكون بعيدا لا يستطيع بالضبط كيف يمكن أن يكون بعيد والفواعل كلها موجودة في العراق الأمنية القواعد العسكرية الأمريكية التي ربما تستدف في هذا النزاع هي في العراق ومنتشرة في مناطق عدة في صلاح الدين وقرب كاركوك في أقليم كردستان والمطارات مطار بغداد وحتى في قاعدة عين الأسد والقواعد العسكرية الأخرى لا يخفى علينا وعلى الجميع بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى لديها مطامع في المنطقة ولديها تواجد عسكري أمني سياسي في المنطقة لديها تأثيرات سلبيل زيارة ترامب إلى عين الأسد وعدم الجلوس رغم تقديم الاعتذارات من الحكومة الاتحادية كل هذه المؤشرات تدل أن المنطقة يوجد فيها غليان كبير غليان سياسي غليان تحشيد عسكري لذلك أقليم كردستان ليس خارج هذا الإطار وخارج هذه الصراعات السياسية بالتأكيد سيتعرض أقليم كردستان إلى تأثيرات هذه التحشيدات الموجودة في المنطقة والانسحاب الأمريكي الجزئي مثل ما ذكره ترامب في آخر ما قاله بأنه يكون انسحاب جزئي وأنه لا يتخلى عن الكرد في حماية الكرد في هذه المنطقة وحتى لا يتخلى عن حماية الحلفاء بصورة أكبر وأوسع في هذه المنطقة لذلك لا يوجد مؤشرات مطلقة بأن القوات الأمريكية تتجه إلى التحشيد في أقليم كردستان ولكن أقليم كردستان يجب أن يكون جزء من المعادلة العراقية والمعادلة العراقية يجب أن تصف في أن العراق لا يكون جزءا في حرب على أي جهة سياسية سواء كانت تركيا أو إيران أو حتى في تحشيد قوات الحكومة في النظام السوري لذلك أقليم كردستان قوة النظام السياسي التي توازن أن يكون العراق جزء من محور ضد محور آخر أو لا يكون فأيضا حكومة ناقصة بإشكاليات سياسية بمراكز قوة متعددة متعددة الإمكانيات موجودة في الدولة العراقية هل تعتقد بأنها قادرة على أن لا تكون طرفا في أي نزاع يحصل؟ العراق كلنا نعلم بأن العراق بنسيجه السياسي الموجود لا يستطيع أن يكون كتلة واحدة بيد جهة سياسية معينة أو جهة إقليمية أو دولية معينة العراق عندما تبدأ الصراعات في الواقع وتكون صراعات تدخل في حيزة التطبيق بالتأكيد الدولة العراقية والنسيج السياسي العراقي سينقسم هناك كرد هناك الشيعة هناك سنة هناك داخل الشيعة كتل سياسية داخل الكرد توجهات سياسية داخل سنة توجهات سياسية سيصبح النسيج السياسي العراقي مقسما على هذه التوجهات السياسية. لذلك من مصلحة العراق إن أردنا مصلحة العراق في هذه الجهة أن يبقى العراق بعيدا عن هذه الصراعات قدر الإمكان. أنا قلت لا يستطيع العراق أن يكون بعيدا ولكن يجب أن يحافظ على نسيجه السياسي في هذه المرحلة. العراق أنت ذكرت وذكرت ذ cheesy الكريم العراق لديه الآن مشاكل كبيرة داخل العراق. وأنا أتصور بأن عندما يكون العراق قويا يستطيع التغلب على هذه المشاكل. رغم التحديات الكبيرة التي سواج العراق في هذه المرحلة. محور الحلقة أن يكون علاقاتنا مع تركيا. نعم. العلاقات مع تركيا هي جزء من هذه الصراعات الموجودة في المنطقة. يجب أن تكون العلاقات مع تركيا على أسس المعاهدات الدولية وعلى أسس التعاون المشترك. سد أليسو أنا ذكر ضيفك كريم. سد أليسو وسدود المبنية على نهر دجلة طبعا لديها خارج الإطارات الدولية والاتفاقات الدولية. من سنة 1980 إلى سنة 1992 عقد 12 لجنة عقد 12 اجتماعا لكيفية إنهاء هذه الملفات ولم تم حسم هذا الموضوع.